اشتركوا في القناة لما حد بيروح يشتري دجاج من احد المحلات فيجد ان صاحب المحل اول ما بيجي له زبون بيروح مدخل ايده في افص الدجاج ويفضل يدور على الدجاجة المناسبة اللي انت طالبها طالب دجاجة وزن كيلو كيلو ونص اتنين كيلو حسب ما انت عايز يفضل يقلب ايديه في افص الدجاج بيحصل داخل الافص الصورة الاتية فزع شديد جدا من الدجاج الدجاج عمال يجري يمين وشمال كل دجاجة بتهرب من ايد الرجل لحد ما في النهاية بيحط ايده على الفرخة اللي ربنا قدر انها تتدبح في اللحظة دي بياخدها ويطلع ايده من الافص ويقفل الافص فيعود الدجاج كما كان كأن شيئا لم يكن يعود ياكل ويشرب ويلعب مع بعض ويستمتع بوقته ما فيش اي مشكلة لحد ما يجي زبون تاني ويبتدي الراجل يحط ايده تاني في افص الدجاج ويدور على الدجاجة المناسبة ويحصل حالة فزع وهلع بين الدجاج وكل دجاجة بتهرب من ايدين الرجل لحد ما في النهاية برضو ينقل الدجاجة المناسبة ويرجع الدجاج هادئا كما كان ياكل ويشرب ويعايش حياته ما فيش مشكلة سبحان الله فيفضل الدجاج ما بين حالتين حالة فزع وهروب والحالة التانية حالة النسيان والعودة الى الطعام والشراب بعدما صاحب المحل بينائد الدجاجة المناسبة وهو ده حالنا مع ملك الموت خب بالك من حاجة ملك الموت عليه السلام كل يوم بل كل لحظة ربنا مقدر له ناس معينة هيقبض اروحهم شو بديه؟ فكل إنسان يعني لابد ان يكون لوقت محدد ولحظة مناسبة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدرها لقبض روح فلان وفلان وفلانة سبحانك يا ربي فاذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون لحدها يتأخر سانية ولحدها يزيد سانية الوقت اللي ربنا قدره هتقبض فيه أروحنا فما لك الموت يأخذ فلان وفلانة ونحن نرى كل يوم من يموت سواء هنا أو هناك أو في أي بلد أو في المكان اللي احنا عايشين فيه وبعدين بنحزن ونتأثر بل كان قد نذهب لحضور الدفنة ونحضر ونشوف منظر القبر وضيق القبر والمشهد العجيب اللي فعلا يعني يضمي القلب حتى قال عثمان بن عفان حينما بكى عند رؤية القبر قالوا له يا عثمان يعني يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي وإذا ذكر القبر تبكي قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجى منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد وقال قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه الله أكبر ومع ذلك بعدما بنشوف منظر القبر ومنظر الميت وبيتحط في القبر وبيتفل عليه ونتأثر وإذا سمعنا موعدنا تأثر ثم بعد ذلك ننسى كل ذلك ونعود إلى الحياة نأكل ونشرب ونعيش بل ونتصارع من أجل هذه الحياة رغم أننا كلنا عارفين يقينا أن النهاية هذا القبر يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد المولى عز وجل بيقول لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال له جل وعلا قال لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون الله أكبر كل نفس ذائقة الموت فكل إنسان لابد أن يكون مصيره لقاء المولى عز وجل لكن في النهاية نرى الموت أمامنا اللي هو يعني إيه يعني سبحان الله كما تمثل لنا الواقع اللي إحنا شايفينه إن الراجل عمال بيمدي إيده على الدجاج والكل يفزع ثم بعد ذلك إذا اختار الدجاجة التي ستصبح الكل يعود هادئا مطمئنا يأكل ويشرب ويمزح والدنيا ماشى ما فيش مشكلة وإحنا كذلك منشوف الموت كل يوم ناس بتموت في بلدنا في بلد تانية في حينا في آلتنا في قريبنا في أصدقائنا ومع ذلك نحزى اللحظات ثم نعود بعدها نأكل ونشرب ونمارس حياتنا بل ونتصارع من أجل حياء لا تساوي عند الله جناح بعوضة ألا فلنطعز ولنعلم إن الدنيا مش مستهلة إن احنا نتصارع ونتخاصم ونتباغض من أجل دنيا الله عز وجل لم يجعل لها أي وزن فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة أي الجنة إلا لمن أحب فلنطعز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالما أو متعلما وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع من رضيء الطمر ولا من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية وكان أكثر دعاء النبي اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيد بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير بل كان النبي ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف فيكون له ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء أي فراشا لينا فيكون مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها فلا تنسوا إن في النهاية وأن إلى ربك المنتهى ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين بعد طول عمر وحسن عمل اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية ولأطفال المسلمين أكبر مفاجأة لهذا العام موسوعة قصص الأطفال موسوعة تحتوي على عشر مجلدات للطفل المسلم وكل مجلد يحتوي على أكثر من مئة قصة مدعومة بالدروس المستفادة من تلك القصة لينتفع بها الطفل المسلم في حضن البيوت يعيش الدفاء بود ومحبه ولحظة صفاء ونقف الببان في وش الشطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عن كبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاة نفهم الكبوس وناخد دروس ترق النفوس مع المصطفى مع المصطفى حصوني على الكتاب يرجى الاتصال بالأرقام التالية 010-2010-2300 أو اتصل على 010-2010-2400 يا حنان